تغيير في قواعد لعبة كورونا وخروج من نفق مظلم وحالة تفاؤل تعيشها شعوب العالم أجمع بعد أن وحدهم الفيروس في أصعب كابوس منذ بداية العام الحالي والذي تحول إلى وباء عالمي تبدأ الشركات الأمريكية والألمانية بتوزيع اللقاح خلال يومين في بريطانيا الدولة التي تشرف فيها جميع أكسفورد على تطوير لقاحا للفيروس في الولايات المتحدة التي بدأت منها عملية نقل صناديق اللقاح حلقت معها أرقام البورصات العالمية بعد أن رسم اللقاح مؤشرا إيجابيا مع قرب عمليات توزيعه في دول عدة مثل إسبانيا وألمانيا أيضا مزايا اللقاحات التي ستوزع قريبا وربما خلال ساعات أنها وبحسب مسؤولين ومختصين يمكن إنتاج الملايين منها حيث يتوقع إنتاج قرابة مليار ونصف المليار خلال العام المقبل لأحد اللقاحين الأمريكيين الحاصلين على موافقة للتوزيع اللقاحات الأخرى مثل التي أنتجتها الصين وروسيا وما ينتظر من دول أخرى ترى مؤسسات صحية رسمية في بعض دول العالم سيم الثالث منها أنه سيتم اعتماده وتوزيعه إذا تجاوز 40% من نسبة نجاحه وهو ما سيحيي الأمل في قلوب سكان دول فقيرة تعيش ظروفا اقتصادية صعبة أمل تزيد من نسبته منظمة اليونسيف بحديثها مؤخرا عن توزيع قرابة ملياري جرعة لقاح خلال العام المقبل على دول نامية في البلاد العربية يتأمل الناس تقليص مسافة توزيع اللقاح المنتظر بعد أخبار إيجابية تأتي في ظل مزيد من التاكدات وآخرها من مجموعة قمة العشرين بتأمين توزيع عادل للقاحات كورونا فضلا عن الأدوية والفحوص في أنحاء العالم حتى لا تحرم منها الدول الفقيرة